نعم وشر على الناس فلابد من كشف عوارهم لأجل أن يحذرهم الناس أما إذا ما حصل منهم شر إنما شيء في قلوبهم واعتقدوه في قلوبهم ولا حصل منهم شر فإنهم يتركوا ولا يتعرض لهم والعلماء يقولون من اعتقد مذهب الخوارج ولم يحصل منه شيء يترك أما إذا حصل منه شيء فلابد أن تكف يده لابد أن يقاتل لابد أن يوقف عند حده